السيدات والسادة لقد أدرك المصريون على مر العصور والأزمان قيمة العمل فعملوا بجد واجتهاد جيلا بعد جيل فعلى شأنهم وازدهرت حضارتهم وسبقوا بذلك كل الأمم ولا يخفى عليكم أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى أفاق جديدة لمستقبل وطننا الغالي وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأنا فلقد كان الإنسان دائما هو محور التنمية وركيزتها فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته وقد حققت مصر إصلاحا ملحوظا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وفقا لمعايير الجودة العالمية وارتفعت في ذلك مؤشراتنا الدولية كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت بظلة مبادرة حياة كريمة وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ترجمة نانسي قنقر